أنا أريد أن أقول أن هذه القمة جاءت في ظرف عصيب ومهم وحساس للغاية فالخريطة السياسية والاقتصادية في العالم تتغير العالم يتجه إلى أقطاب متعددة لدينا الحرب بين الشرق والغرب بين الروسيا وحلفائها وأمريكا وحلفائها كل يغازل المنطقة العربية بصفتها منطقة كبيرة بها حوالي 431 مليون مواطن بها أغلب صروات العالم الطبيعية موجودة في المنطقة العربية لذا زار المنطقة العربية رئيس بايدن وحلفائه رئيس وزراء بريطانيا والمستشار الألماني وغيرهم ثم من الجانب الآخر المسؤولين الروس على مستوى زير خارجية وغيره زاروا المنطقة العربية ودول عربية متعددة كل يحاول أن يجذب العرب إلى كفته رأينا خلال القمة نفسها رسالة من الرئيس الروسي فريدامير بوتين للقادة العرب يخبرهم بأن العالم يريد أن يخرج من القدب الأوحد للولايات المتحدة الأمريكية إلى أقطاب متعددة ويبغي دعمهم في هذا الملف إذن أمام القادة العرب أو أمام الدول العربية فرصة لا تعود بأن يقولوا كلمتهم في المفاوضات العالمية وفي على الخريطة العالمية وأن يصبح للعرب كلمة نافذة يمكن من خلالها الاستماع للكلمة العربية